نحن وصلنا إلى زمن يبدو أنه E3 أصبح شيء جانبي وثانوي للشركات الكبرى وتركيزهم الأساسي صاير على حلقاتهم الخاصة فيهم شفنا هالشيء مع سوني وستيت أوف بلاي نينتندو والديريكت والآن مع الأكس بوكس وحلقات الأكسو لأنه نعم حلقة الأكسو 19 بشكل مفاجئ أفضل من E3 2019 للأكس بوكس سلام عليكم بهذا الفيديو رح أعطيكم مرخص لجميع الإعلانات بحلقة الأكسو 19 الخاصة بالأكس بوكس مع مشاركة رأيه ببعض الإعلانات وليس كلها بما أنه فيه كتير إعلانات وكتير ألعاب فما فينا بكل بساطة وقف عند كل واحد خلينا نبدأ مباشرة بالطريقة اللي افتتحوا فيها الحلقة بتريلر رائع للعبة جيداي فالن أوردر زود الحماس أكتر من ما هو زايد أساسا اللعبة نزلت رسميا سواء أنا عم تشوف الفيديو اليوم ولا بعد فترة اللعبة صارت متوفرة للشراء إذا أنت ناوي تبدأ مع لعبة جيداي فالن أوردر بس أنت ما بتعرف القصة أو ما بتعرف شو أحداثها وين نعم تدور القصة ففيناك تشوف الفيديو اللي أنا اشتغلت عليه اللي اسمه تعرف على لعبة جيداي فالن أوردر شرحت فيه بأول دقيقتين كل المعلومات عن الحقب الزمني اللي تدور فيه أحداث القصة لو حابب تتعرف على القصة قبل ما تبدأ إذا أنت كنت غير ملم بالسلسلة متحمس جدا أن يلعب اللعبة وشاركوا الرأي فيها بأسرع وقت إن شاء الله الإعلان اللي بعده مباشرة كان من ستوديو رير اللي من زمان ما شفنا له شيء غير سي أوف تيفز أعلنوا عن لعبة جديدة أو نيو آي بي اسمه ايفر وايلد التيزر كان جميل صراحة وتصميم العالم ساحر بتحس فيه لمسات من زلدة بريث اوف دو وايلد واللعبة طبعا ما لموعد إصدار أو شيء مجرد تيزر بسيط يعرفنا على المشروع هذا باعتقد إنه هذا مشروع للجيل القادم فيعني أقل شيء رح نشوفه بنهاية السنة الجاي أو ما بعد السنوات الأخرى يعني رير من زمان محتاجين نيو آي بي قوي يكون سنجل بلاير أو قصة يعني سي أوف تيفز ممكن تكون لعبة ناجحة تجاريا لكن بشكل عام من ناحية المستوى اللعبة وقوة اللعبة نفسها فاللعبة مش كتير قوية فأتمنى إنه تكون لعبة ايفر وايلد هي العودة القوية لستوديو رير لأنه فعلا استوديو مثل هذا بيستحق إنه يرجع من جديد للساحة ويستحق يسترجع اسمه القوي اللي صر لن زمان فاقدين بعدين عملوا لقاء سريع مع رئيس استوديوهات الإكس بوكس اللي هو مات بوتي وقال لن شغلي وحدي طبعا هو قال له مجموعة أشياء بس أهم شغلي قال لن ياها إنه نحن الآن وقفنا استحواذ وصرنا نركز على دعم الاستوديوهات تبعنا هلأ ونزود الموظفين ندعمهم ماديا ندعم يعني الألعاب تبعهم ومشاريعهم ما نعم نركز حاليا على إنه نجيب شركات جديدة واستوديوهات جديدة فهاي نقطة ممتازة صراحة بالإضافة إلى إنه قالوا إنه هني بلشوا يتعاملوا مع بعض مطورين الاندي حتى في لعبة حصرية على نوة من مطور اندي راح أعطيكم إياها بعد شوي فصراحة بشكل عام فكرة حلوية إنه خلص بكفل الاستوديوهات الموجودة الآن ما في داعة تزود الأعداد على الفاضي لا ادعم الموجودين عندك أعطيهم مصاري أكتر أعطيهم متيريا الأكبر يعني مثل ما بيقولوا ونستنى يعني ألعاب قوية منه لأنه بالنهاية لطالما هي تحت إشراف مايكروسوفت والميزانيات الكبيرة مع أفكار الألعاب اللي عند الاستوديوهات هاي كلها فأنا متأكد بنسبة كبيرة إنه راح نشوف ألعاب قوية فعلا سواء من أكبر الاستوديوهات أو من أصغر الاستوديوهات بعدين أعلنونا عن حصرية أخرى جديدة هاي اللي أول مرة بيعلنوها واللي هي لعبة Grounded عبارة عن لعبة Survival من تطوير استوديو Obsidian هو نفسه مطور لعبة The Outer Worlds اللي عملت له مراجعة أبل فترة اللعبة هاي طبعا مش لعبة كبيرة مجرد مثل ما بيقولوا Side Project أو مشروع جاني بيشتغل عليه عدد يعني بسيط من الموظفين وليست لعبة ضخمة يعني حتى استعراضة كان بسيط وواضح إنه موجهها لفئة معينة بتحسها مثل ألعاب Steam هاي اللي بتنزل لك Early Access وبتقعد 17 سنة بال Early Access نفس الشي هاي اللعبة بس إنه رح تنزل على Preview اللي هو Early Access تبع الأكس بوكس في عام 2020 اللي هو السنة الجهة ممكن بعض الناس بشوفت على الإنترنت عم يقولوا معقول هذا أول مشروع لأوبسيديا وما بصير ومفروض يكون مشاريعهم أقوى من هيك بس أنا ما أنا شايفة مشكلة كبيرة لأنه مثل ما قلت لكم Side Project مثل لعبة Bleeding Edge تبعا بالمشاريع القوية الأساسية تبع الشركة فما فينك بكل بساطة تحكم من هذا المشروع أعلنوا عن لعبة مستقلة جديدة اسمها West of the Dead بصراحة أنا ما قدرت أفهم شو فكرة اللعبة من التريلر ولا كنت كتير مهتم أمانة فراح نعمل سكيب السكيب إلى لعبة Carting جديدة أو Cart Race اسمها Cart Rider Drift هاي اللعبة ظاهر إنه هي من سلسلة مشهورة يابانية وبحياته ما نزلت على الإكس بوكس هذا أول جزء رح ينزل على الإكس بوكس فيعني كان إعلان مدري حسيت الناس كتير مبسوطين بس واضح إنه هني كذابين ما أنا مبسوطين أصلا يمكن أغلبهم ما بيعرفوه اللي لفت نظري إنه نعمله مثل live demo إنه عم يجربوا اللعبة أثناء الكلام والقيادة شكل حلوي يعني حسيتها ممتعة وفيناك تفحط طول وقتك على كلام المطور إنه أنت فيناك تفحط بالسيارة طول الوقت مشان تزود البوست حتى تصميم الخريطة حلو وفيه أكتر من short cuts وفيناك يعني تأخدن من هون ومن هون بشكل عام شكل اللعبي حلوي يعني من شكله هيك مش حصرية ولا شيء لا رح تنزل على كل أجهزة ومتوفر إلى البيتة الآن للي حابب يجربها التريلر سينمائي والتريلر آخر للجيم بلاي خاص بلعبة bleeding edge مع الإعلان رسميا عن موعد صدورها واللي هو 24 مارس 2020 24-03-2020 رح تنزل على الإكس بوكس وان والويندوز 10 اللعبة تعتبر حصرية كونسول يعني من استوديو نينجا 3 اللعبة طبعاً مثل ما بتعرفو أربعة ضد أربعة أونلاين وتعتبر side project كمان مثل ما حكيت أو مشروع جانبة ورح يكون سعرها 30 دولار لما بتنزل أو فيناك كمان تلعبها على الإكس بوكس Game Pass بصراحة يا جماعة هاي اللعبة لفتت انتباهي من أول مرة أعلنوا عنها عن رغم أنه طريقة الإعلان كانت سيئة جداً وضعيفة جداً أتمنى أنه لما تنزل اللعبة يكون بس الأونلاين تبعها شغال منيح ويكون السيرفرات ملياني لعبين ويكون يعني في دعم مستمر للعبة وبعتقد أنه راح تكون يعني راح تكون إلي كلمة كبيرة بين ألعاب الأونلاين نيجي الآن لأحد الإعلانات المهمة بهاي الحلقة واللي هي لعبة جديدة من تطوير استوديو Don't Nod اللي هني مطورين Life is Strange لعبة روائية اسمها Tell Me Why راح تصدر في صيف 2020 وما راح تكون بنظام الحلقات راح تنزل بشكل كامل اللي خلاني أقول أنه إعلان مهم هو لأنه اللعبة حصرية للإكس بوكس نعم بشكل مفاجئ اللعبة هاي حصرية للإكس بوكس هذا آخر استوديو توقعت مايكروسوفت يتعامل معه على الرغم أني أنا حبيت Life is Strange الأولى بس بصراحة يعني بشكل عام الاستوديو هذا عليه ملاحظات كتير خصوصاً مؤخراً صار عم يدخل بالمواضيع السياسية الرخيصة مما عم تنتج لنا قصص من أسوأ ما يكون وعلى ما يبدو يعني من ظاهرية التريلر أنه راح يكون محشي بهالقصص السياسية الرخيصة فعرغم أنها حصرية وأنا دايماً بحب إلعاب الحصريات سواء على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو نينتندو إلا أني ما أنا شايف نفسي راح إلعابها مستقبلاً لأنه بصراحة يعني I am second tired يعني من الألعاب هاي اللي بتحس المطور ما نوتعبان ولا واحد بالمية فيه بكتابة قصتها أتمنى كون غلطان أتمنى كون اللي شفته يعني بالتريلر مش هو نفسه المحتوى النهائي بس ما بعتقد أبداً أني غلطان عرض جديد للعبة بلاتفورمينج الموسيقية اللي اسمها The Artful Escape هاي عرضوه بE3 2017 ومن يومه ما عدرينا عنه شي أنا فكرت ألتغت ولا الأستوديو انحرق ولا صلوا شي لا أطلعت اللعبة لسا تعايشة الحمد لله رح تنزل بعام 2020 حصرياً للإكس بوكس وون والبي سي طبعاً بعدين إجينا نحكي عن الإكس كلاود اللي هو تبع خدمة الستريمينج سيرفيس وأعلنوا أنه في 2020 اللي هو السنة الجاي رح تنزل على البي سي إذا أنت عندك ويندوز 10 فيناك تجرب خدمة الإكس كلاود يعني فينا نقول أنه كأنه منافسة مباشرة للستاديا أنه ها أنتو منزلين خدمتكن هون نحنا كمان مننزل خدمتنا وذكروا مجموعة مميزات يعني ملفتة للنظر أمانة وحتى وحدة فيها أنه فينك تلعب بإيد البلاي ستيشن على البروجيكت إكس كلاود شغلي كتير حلوي صراحة لكن للأسف أنه أغلب الكلام هذا ما بيهمنا فعلياً لأنه أعلنوا عن مجموعة دول وريجنز جديدي رح يدعموا فيي الإكس كلاود ولا واحدة مننا الشرق الأوسط فيعني كل هالمزايا هاي أنا كنت عم شوفة أنه أوكي شكراً أوه أنتو أحسن ناس بس ما رح تجيبوها لعنة بعدين أعلنونا أنه ياكوزا زيرو وياكوزا كيوامي وياكوزا تو كيوامي اللي هني ثلاث أجزاء الأولى رح ينزلوا للإكس بوكس جيم باس في عام 2020 طبعاً هني رح ينزلوا على الإكس بوكس بشكل عام بس أيضاً رح يكونوا متوفرين مباشرة على الجيم باس صراحة خبر جداً ممتاز سلسلة قوية والثلاث أجزاء الأولى هدول جداً ممتازين وأنا بنصح أي شخص بحب الألعاب اللي فيها قصص قوية يعني والعصابات والشغل هذا يلعبه لعبة اندي سيرفايفل اسمه دريك هولو ورولد بريمير أو إعلان لأول مرة يعني بس ما بعتقد في حدي فينا مهتم فمننتقل لللي بعده واللي هو هيلو ريج هيلو ريج عملوا للريماستر جديد أو بالأحرى خلينا نقول رح يضيف فوة للماستر تشيف كليكشن تصدر في 3 ديسمبر المقبل الشهر الجاي للإكس بوكس ون والبي سي كمان لأنه الكلكشن كامل رح ينزل على البي سي بما فيه هيلو ريج بعدين عطونا عرض جديد للعبة فلايت سيميوليتر تصدر في 2020 هاي مو حصرية إكس بوكس لا هاي حصرية بي سي لأنه أساسا من زمان هاي طلعت سلسلة أديمة لمايكروسوفت وبتعلموا فيها طلاب الطيران الطيران ومدرشوها الكلام هذا فيبدو لأنه هي بشكل عام مش لعبة بقدر ما تكون سيستم كامل يستخدم لمحاكاة الطيران عرض جديد للعبة بما أنه نعم نحكي عن الألعاب اللي بس على البي سي بدون الإكس بوكس فهاي واحدة أخرى عرض الجيم بلاي لأول مرة للعبة كروس فاير اكس وهي سلسلة قديمة كروس فاير هاي أول مرة رح تنزل على الإكس بوكس وتعتبر يعني بين قوسين حصري لأنه مش موجودة لا على البي اس فور ولا على النينتندو سويش ورح تكون مجانية والغريب إنه رح يكون فيها طور قصة هذا الشي استغربت منه صراحة والأغرب من هيك أنه طور القصة من تطوير استوديو ريميدي مدري أنا حاسس في مشكلة بدماغي هلا لما حكيت هالمعلومة هاي بتحس العقل ما بيستوعب يعني بس المهم أنه هي قادمة السنة الجاي حصريا للإكس بوكس أو على جهاز الإكس بوكس أعلنوا عن لعبة اندي جديدة مستوحى من توين بيكس المسلسل المشهور اسم اللعبة لاست ستوب عبارة عن لعبة مغامرة وتحقيق مثيرة جدا للاهتمام صراحة لما تفرجت لها أو شفت التريلر تبعها جدا مثيلة الاهتمام تصدر في 2020 ماينكرافت دانجينز رسميا قادمي في شهر أربعة القادم اللي هو شهر أيبرل 2020 وعطونا عرض جيم بلاي جدا جدا رائع من اللعبة هاي بالإضافة إلى أن اللعبة رح تكون متوفرة على الجيم باس بعدين شوف يا حبيبي كل ألعاب فاينال فانتيزي هاي اللي شايفة قدامك رح تنزل للإكس بوكس جيم باس صراحة شي جدا كبير يا عمي كام لعبي هدول بس أنا مستغرب أنه ولا وحدة فيهم فاينال فانتيزي 7 أنا كنت صراحة يعني لما أعلنوا عن فاينال فانتيزي قلت خلص هلأ أكيد رح يقوله أنه فاينال فانتيزي 7 ريميك رح تنزل على الإكس بوكس بس يبدو لي أنه اللعبة لا رح تكون حصرية للبلاي ستيشن والبي سي طبعا بس بعتقد أنه ممكن بعد سنة سنتين تنزل على الإكس بوكس ممكن جدا يعني خصوصا أنه نحن بزمن انعدام الحصريات يعني يا كوزا زيرو لما نزلت كان مكتوب عليها only on playstation معلم هلأ صارت on everything and the playstation نفس الكلام death stranding وغيره من الألعاب فا بعتقد أنه المستقبل رح يكون ما عد فيه شيء اسمه لعبة حصرية بقدر ما يكون فيه ملتي بلاتفور أيضا ألعاب كينغ دوم هارتز اللي هو الكلكشن اللي فيه 1.5 و 2.5 مدر إيش والأرقام العجيب بهاي تبعه رح تنزل للأكس بوكس بعدين إجتنا فقرة الفقرة اللي تعتبر جني ونعيم بالنسبة لكتير ناس مجموعة ألعاب مثل ريج 2 و ليجو نينجاز موفي مدر إيش هو اسمه ريمننت فروم دي أشز ايج اف امباير 2 ذي تاليس برينسبل ايج اف وندر زي بلانت فول هدول كلهم رح يكونوا متوفرين الآن يعني بالوقت اللي انت عم تشوف فيه هذا الفيديو الألعاب هاي متوفرها على الجيم باس وبعدين عنا The Witcher 3 Darksiders 3 Halo Reach My Friend Pedro Life is Strange 2 و The Red Strings Club قادمين لاحقا في هاي السنة بصراحة My Friend Pedro لحالة هاي إنه رح تنزل على الإكس بوكس هاي بحد زادة يعني خبرية حلوية يعني كان بده إعلان لحاله يعني شايفين الحلقة قديش قوية لدرجة إنه My Friend Pedro حطوه هيك إعلان على السريع وفي عنا مجموعة ألعاب للجيم باس مثل ما كن شايفينا بالصورة الآن بصراحة يعني شي مجنوني يعني الجيم باس خدمي مجنوني بالمعنى الحرفي الرغم من كثرة الشركات وكثرة المنافسين إلا إنه الجيم باس لا تزال هي الأفضل اختتمنا مع فل سبينسر رئيس الإكس بوكس أو الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب تبع مايكروسوفت وقعد يحكي عن مجموعة أشياء أغلبة غير مهمة باستثناء شغلي وحدي عجبتني حكى عنا سبينسر شو قال؟ قال إنه نحن بالإكس بوكس منفتقد ألعاب الأر بي جي في هذا الجيل الزلمة ما قال شي جديد بس الحلو إنه هو اعترف فيه أو خليني نقول بين قوسين اعتذر للمتابعين ولعشاق الأكس بوكس إنه لا تواخذونا يعني يا جماعة مقصرين معكم بألعاب الأر بي جي وهذا الشي حلو الاعتراف إنه هني فشله في هذا الجيل جيل الإكس بوكس وون بحد ذاته بكفة إنك تعرف إنه هاي إدارة صالحة وليست إدارة فاسدة وتانيا إنه هني عم يحاولوا يغطوا كل السلبيات اللي موجودة بهذا الجيل خصوصا مع الاستحواذات الكتير اللي شفناها وعود اللاعبين إنه نحن نعطيكم تجارب أفضل مستقبلا والجيم باس والبروجيكت اكس كلاود والبروجيكت سكارلت ومجموعة مواضيع عم يعتزروا فيي لللاعبين عن الفشل اللي نحن فشلناه في هذا الجيل وهاي بحد ذاته نقطة لصالح الإدارة الجديدة وبعدين هيك مع النهاية اختتموا بتريلر لويستلاند ثري وقعدوا يحكم مجموعة كلام عنها أبرزه إنه إنتي ما في داعة تكون لعبان ويستلاند الجزء الأول أو الثاني لحتى تفهم قصة الثالث بل هو منفصل تماما يعني كأنه لعبي جديدي كليا وتبدو إنه لعبي حلوي بس أنا مش من عشاق النوعي هاي فما بيعتقد نفسي إنه إلعبه مستقبلا بس على ما تبدو إنه لعبي كتير حلوي ويبدو إنه لعبي واعدي وإلها عشاق هذا السيستم هذا إلو عشاق كتير حول العالم بشكل عام حلقة إنسايد إكس بوكس الخاصة بالإكسو ناينتين ممتازة فعلا لو غضينا بصر عن طريقة التقديم السيئة لأنهن يعني ما نعم يتعاملوا معه كمؤتمر هنهن عم يتعاملوا إنهو مهرجان وإحتفال فلذلك بيعملوا الحركات البايقة هاي لو غضينا نظر عن الشيء هذا فالحلقة فعلا دسمي وفيها أخبار كتيري وثلاث مدر أربع حصريات جديدة أعلنوا عنها ومجموعة الإعلانات أخرى جميلة صراحة يعني حلقة فعلا ممتازة والحلو بالموضوع إنهن ما كشفوا شيء كبير من أوراؤن يعني الألعاب اللي أعلنوها كلها ألعاب بسيطة وبتحس مكانها هيكي هيك مكان إكسو ناينتين بحيث إنه يصير إي ثري 2020 كله للبروجيكت سكارلت بالإضافة إلى مجموعة الألعاب اللي رح تنزل عليه واللي وقتها عاد رح نشوف الألعاب الضخمة والكبيرة صراحة أنا كتير كتير معجب بالإكسو ناينتين كتير استمتعت فيه وحبيته بشكل كبير وأتمنى كل حلقات الإكسو مستقبلية تكون على نفس الأسلوب هذا أو نفس الطراز هذا إنه يخلوا الإعلانات الحلوية مثل هاي والخفيفة تكون بهاي الحلقة بحيث إنه إي ثري تكون مخصصة للألعاب الكبيرة والتريبل اي جيمز وإلى آخر أتمنى الأفضل للإكس بوكس في المستقبل صراحة جهاز الإكس بوكس منافس قوي للبلاي ستيشن وبتمنى إنه دائما يكونوا منافسين إلى الأبد لحتى نحن نكون مستفيدين كلاعبين اكتبونا إنتوا رأيكم بالتعليقات بهاي الحلقة وشو رأيكم بالإكس بوكس واليابانيين كتير علاقتهم متحسني مؤخرا وما رح استغرب لو سر تشوف حصريات يابانية على الإكس بوكس مثل أيام العز على الإكس بوكس 360 فاكتبونا إنتوا رأيكم بكل هالأمور هاي بالتعليقات وأتمنى كل ملخص عجبكن شوي طويل لكن فيه إعلانات كتيري فلازم كنا نطول لشوي إذا عجبكن لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة لو كنتم مشتركين شكرا كتير لكم عن المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم السلام عليكم